اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا قيمة لأن تكون طيب القلب ما لم تكن لديك أنياب ومخالب ولا قيمة لأن تكون معطاءاً ما لم تكن قادراً على المقايد ليه بقى؟ لأن فلا قيمة لخلق لا تفعله اختياراً بل اضطراراً رحمة الله علي يلا بينا نبدأ محاضرت دخل الاستقبال في ميل كبيرة في السن عندها 72 سنة الدكتور الطوارئ استقبلها خد منها لعن هي مريضة ضغط وعندها هايبر لليبيديميا كمان مريضة سكر جيتش تكي من إيه؟ والله يا دكتور أنا بقى لي 3 أيام بحسة من وقت للتاني ضربت قلبي بقدرش أخد نفسي من وقت للتاني وكمان ما بقتش أقدر أطلع السلم زي الأول عندك أي مشاكل في صدرك يا حاجة؟ لأ خالص يا ابني أغمع عليك يا حاجة قبل ما تيجي لأ يا ابني تب أغمع عليك يا حاجة قريب لأ يا حبيبي والله كحبيك كحي؟ لأ عندك أي مشاكل تانية؟ لأ تب الديني حاجة ديك أسلك الضغط وديني حاجة ديك أسلك النبض سواني أسلك السكر سواني أشوف لك الأكسجين بتاعك سواني أشوف لك حرارتك يعني هي فيتالك يا حاجة كل الفيتالة بتاعتها اللي طلعت دي طلعت نورمل كلها طبيعي معادة إيه؟ معادة النبض بتاعها طلعت خمسين تمام؟ فحصها من ساسها الرأسة الوحيدة اللي جاية بيها إن هي عندها ضربات قلبها بتحس بيها ونفسها بيقصر ما بتقدرش تاخد نفسها من وقت للتالي ولما الدكتور شاف نبضها لأن نبض بتاعها ضعيف مش ضعيف؟ الريد بتاعه أقل من النورمال إيه؟ نحن عارفين إن النورمال هارتريد من ستين لمايه أما الدكتور قال إيه؟ طلب من التمريد إن يعمل لها رسم قلب جي التمريد بيشد الجهاز رسم القلب بتاعه ويحط الأسلاك بتاعته في أدين الحجة وفي رجليها وبيسبتها في أماكن معينة على الصدر عشان يعمل لها رسم قلب هو بيحط الإلكترود من هنا وينتظر شوية يوم الجهاز بيطلع ورقة فيها رسم بياني بتوضح كهربة القلب ده الرسم البياني اللي طلع أم دكتور الطوارد واخد الرسم البياني ده اسمه ECG أم واخد الرسم البياني ده وطلع على دكتور الكارديو نايب الكارديو وسمحتي يا دكتور ناجت لي بيشند سنها 72 سنة في ميل هيبر تنسف وديابيتك وهايبر لبيديميك شكوها الوحيدة أنها من 3 يام عندها بالبيتيشة وشورتنس أوف البريس عملت لها الفيتالة بتاعتها يا دكتور كلها كويسة مع ده البلس بتاعتها قال لي من خمسين شوفي الـ ECG ده كده بتاعتها قولينا رأيك في إيه الدكتور أول ما شايفه قال له دي هارت بلوك انتوا بقى يا ولاد جايين النهاردة نعرف في المحاضرة ايه هو الـ هارت بلوك ازاي الدكتور شاك وازاي يوصل للدياجنوز الاكسبلانيشن بتاعه والأنواع التانية من الـ هارت بلوك وازاي أصلا قرى الـ ECG بسم الله هنبدأ محاضرتنا وبعدين هنرجع للـ ECG ده خليكن تلي تقرؤ ايه النقط اللي مفروض تخرج بيها مغطيها من المحاضرة أربع نقط ازاي ايه هو أصلا النورمال كوندكشن بتاع الهارت عشان لما يحصل فيه أبنورماليتز أعرف انه دي هارت بلوك وايه هو الهارت بلوك أصلا وهل في من وإيه الأنواع بتاعته وسكيمة أقدر أمشي عليها عشان أعرف الأنواع بتاعته بمجرد ما بص على الـ ECG الـ ECG يا ولاد بيحصل فيه تغيرات كتير قوي مش هي بس مش الهارت بلوك اللي ممكن اللي الـ ECG بيشوفه الـ ECG بيشوف مشاكل كتير بتحصل في الهارت بس إحنا بحضرتنا عن الهارت بلوك فإحنا هنقول التغيرات اللي بتحصل في الهارت بلوك وبس نقول الأول النورمال كوندكشن أوف دي هارت أول حاجة القهربة يا ولاد بسم الله القهربة بتخرج من الـ SE نوت اللي هي موجودة في الـ Rite Atrium تخرج Imbulse يعمل Activation لكل الـ Atrium وبعدين يوصل للـ AV نوت وبعدين للـ AV للـ AV Bundle of His ثم للـ Right والـ Left Bundle branch block ثم للبركنجي فايبر وبركنجي فايبر توصل للـ Ventricle سلتو سل كوندكشن بقوم للـ Ventricle يحصل لـ Contraction يبقى كده الأحداث بتحصل إزاي؟ بيحصل بأن فيه Atrium Contraction Atrium Contraction هيتمثل بحاجة اسمها إيه؟ B-Wave على الأي سي جي يبقى لكم إيه الرسمة اللي هتحصل على الأي سي جي الـ SE نوت هتخرج Imbulse يعمل Activation لكل الـ Atrium ثم الـ Imbulse دي توصل للمين؟ للـ AV نوت الـ AV نوت هيحصل فيها شوية delay تأخير كده قبل ما الكهرباء توصل للـ Ventricle يحصل شوية delay شوية delay دي ده اللي حصلوا ليه؟ هقول لكم الـ SE نوت إحنا طبعا عارفين أن الكهرباء لما الكهرباء لما بتمشي بيبقى فيه تغيرات فيسيولوجية بتحصل الـ SE نوت التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل فيها أحد التغيرات دي تخول الصدية من جوة الخليع فيحصل Contraction يحصل Action Potential يعني إنما في الـ AV نوت الـ Action Potential معتمد على دخول للكالسيوم الخلايا مش دخول للكالسيوم والكالسيوم بيدخل ببطء شوية عن الصوديو فلذلك في فترة من الفسيولوجيكال ديلي بتحصل مبين إن الكهرباء توصل من الـ Atrium للـ Ventric تمام؟ الفترة دي الفترة دي اسمها إيه؟ بي أر انترفل هقول لكم ليه بي أر دلوقتي المهم الكهرباء خرجت من الـ SE نوت كهربت الـ Ventricle كلها ثم الـ AV نوت حصل شوية ديلي بعدين وصلت بقى للـ Right to Lift بانضل براند شو وبعدين الـ Breaking New Fiber وعملت Activation للـ Ventricle Activation للـ Ventricle هيعمل AQRS Complex هو Complex كده على بعضه اسم QRS Complex هو الـ Contraction بتاع الـ Ventricle مش نخش في تفاصيله يبقى الـ B-Wave هي الـ Atrial Contraction او الـ Atrial Depolarization QRS Complex اسمه مين؟ اسمه Ventricular Depolarization او Ventricular Contraction المسافة بقى يا ولاد ما بين الـ B-Wave وبداية وبداية الـ QRS Complex بداية الـ B-Wave وبداية الـ QRS Complex اسمها الـ B-R Interval يبقى الـ B-R Interval تشمل ايه؟ تشمل الـ B-Wave اللي هي الـ Atrial Contraction او الـ Atrial Depolarization والـ A-V نودل دلي اللي موجود تكون لها B-R Interval احفظ المصطلح ده ثم بيحصل ايه بقى Atrial Relaxation و Ventricular Relaxation اثناء الـ Ventricular Relaxation بيكون الـ Atrial بيحصل له Relexation فعشان كده و لان الـ Ventricular اللي مساحته اكبر فكهربته بتبقى مسيطرة اكتر فاللي بيظهر على ECG هي كهربة الـ Ventricular Relaxation لان الـ Atrial Relaxation بيحصل له Masking بالـ Ventricular Relaxation فيعمل لي ايه؟ يعمل لي حاجة اسمها T-Wave T-Wave بتبقى أبرايد بتبقى أبرايد برضو كده تبقى أبرايد برضو كده و ايه؟ وتعيد الدورة نفسها تاني يعني ايه؟ يعني Atrial Depolarization Float by Delay ثم QRS Complex ثم T-Wave وهكذا B-Wave BR Interval QRS Complex T-Wave معلومة اللي انا عايز اقولها لكم ايه بقى المعلومة اللي عايز اقولها لكم يا وليد ان كده كل B-Wave Conducted بQRS Complex كل B-Wave Conducted بQRS Complex انا كنت أصلا بسجل ونكنش عارف ان التسجيل واحد ايه تاني معلومة ان الBR Interval Uniform يعني ايه زمانها واحد في كل الليد ايه تالت معلومة ان الBR Interval على على الاس جي على الرسم البياني اه زمانها من ثلاث لخمس مربعات صغيرين وان الريت الطبيعي بتاع بتاع الهارت من ستين لمية واقول لكم بنحسيبه ازاي وان عرض الQRS Complex في الاس جي ما ما يزيدش عن اثنين ونص مربع صغير دي الاربع معلومات اللي انا عايزاكو تعرفوها تعالوا كده نشوف Normal ECG ده Normal ECG ناخد بقى البيانات اللي احنا عارفين المفروض نلاقيها عليه المفروض نشوف اول معلومة ان كل البي ويف conducted بQRS Complex عن كل البي ويف بعدها QRS Complex تعالوا نشوف ادي ليد واحد ادي البي ويف بعدها QRS Complex ده في ليد واحد في ليد اثنين البي ويف بعدها QRS Complex في ليد ثلاثة البي ويف هي مقلوبة شوية بس عشان حاجة معينية البي ويف بعدها QRS Complex هنا في الAVR البي ويف هي مقلوبة مقلوبة بس بعدها QRS Complex البي ويف هنا بعدك QRS Complex البي ويف هنا بعدك QRS Complex البي ويف في واحد بعدك QRS Complex في V2 بعدك QRS Complex في V3 بعدك QRS Complex ده اول معلومة تاني معلومة البي ويف يونيفور يعني البي ار انترفال يونيفورم الثانية يعني المسافة من بداية البي ويف لبداية الكيوار ادي واحد اتنين عد المربعات الصغيرة ادي واحد اتنين تلات مربعات وينه برضو لو كبرته هتلاقى ثلاث مربعات صغيرة وينه برضو لو كبرته هتلاقى ثلاث مربعات صغيرة وهنا برضو ثلاث مربعات صغيرة وهنا ثلاث مربعات صغيرة وهنا ثلاث مربعات صغيرة وهنا هو ثلاث مربعات صغيرة وهنا ثلاث مربعات صغيرة خدوا يا ولاب بالكم ان ده كده يعتبر مربع كبير وجوه مربعات صغيرة فاحنا لو حسبنا كده البي ار انترفال في كل الليدز دي هنلاقي ان هي حوالي ثلاث مربعات صغيرة يعني كده هي احنا قلنا النورمال البي ار هي اونيفور كلها تعت مربعات صغيرة وكلهم تلاتة في النورمال رينج تمام الريت بقى بتاع الهارت بنحسبه ازاي بنحسبه المساف عدد المربعات ما بين عدد المربعات الكبيرة ما بين الار ار ونقسم ونقسم 300 على عدد المربعات الكبيرة او 1500 على عدد المربعات الصغيرة تعالوا تعالوا عارفكو ازاي ناخد هنا الاول نحدد الر 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 ودر 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 اتنين ار وربعات اشوف عدد المربعات الكبيرة بينهم قد ايه وقسم 300 على عدد المربعات دي او عدد المربعات الصغيرة شوفهم كم مربع صغير وقسمه احنا لو عدينا هنلاقي اولاد ايه كم مربع كبير ادي واحد بقى بين الار ار ادي واحد اتنين تلات تلات مربعات وحتة تلات مربعات ومربعين كمان كده صغيرين يعني هنقسم هنقول كده الريت بيساوي الريت بتاع الريت هيساوي ايه 300 على عدد المربعات الكبيرة لوما حوالي 3 اكتر من 3 مربعات يا ولاد اكتر من 3 مربعات وما تطلع 100 يعني ده نورمل بس هي هتطلع اقل من كده اقل من 100 وممكن هي هتطلع حوالي 90 كده يأم العد المربعات الصغيرة خالص ونقسم نقسم نقسم 1500 على عدد المربعات الصغيرة دي كده المعلومات اللي انا عايزيكو تعرفوها بخصوص نورمل ايس جي وفي معلومات اكتر من كده بس انا عايزيكو دي المعلومات اللي انا عايزيكو تعرفوها إن دي اللي احنا هنحتاجها في شرح الهارت بلوك اللي هما ايه اللي هما هما خمس معلومات الQRS لو شفتوا الزمن بتاعه هتلاقوه حوالي مربعين النورمل بتاع الQRS قليل من اثنين ونص النورمل فدول الخمس معلومات اللي انا عايزاك تطلعوا بيه نقفل كده ونقول ايه هما ان البي ويفز ار كوندكتت يعني كل بي ويف معاي على الاس جي وراها وراها QRS قمبلكس كلهم والبي ار يونيفورم يعني زمن البي ار ثابت في كله كان كلهم اللي احنا شفناه هنا كانوا ثلاث مربعات صغيرين ثابت في ليد واحد او اثنين او ثلاث او EVR او EVL او EVF او V1 1500 على عدد مربعات صغيرة وطلع لنا الهارت ريت وان الQRS قمبلكس الويت سي بتاحها ما يزيدش عن اثنين ونص دول الخمس معلومات اللي لازم تكونوا عارفينه حفظينهم مش عارفينه حفظينهم صام لان دي المعلومات اللي احنا هنحتاج ان كل البي ويفز ار كوندكتت وان البي ار لازم تكون يونيفورم وانه هي يونيفورم ما ينفعش تزين عن ثلاثة الخمسة عدد مربعات صغيرين وان الريت بتاع الهارت ما ينفعش النورمال بتاعه من ستين الى مية وان الويت بتاع الQRS قمبلكس اتنين ونص احفظوهم صام في معلومة بقى عايزة أقولها لكم بخصوص الهارت بلوك يا ولد بس نرجع بصوا الهارت بلوك مش قمبلات بلوك يعني مش الهارت وقف لا 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 ان الكوندكشن في مشكلة سواء المشكلة ان الامبلس بتاع الـ SE نود ما بتوصلش بتاع الامبلس بتخرج من SE نود وتروح للإتريا ما بتوصلش أصلا للفنتركل لأن في مشكلة في الـ AV نود في الـ AV سيستم كله سواء النود او البندلز بتاعها ده احتمال ده نوع من الانواع البلوك اسمه ايه سينو اتريا البلوك يبقى السينو اتريا البلوك عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الامبلس بتاع الاتريا بتوصلش للفنتركل تمام؟ النوع بقى اللي احنا جايين نشرحه النهاردة الـ A الاتريو بنتريكلر بلوك يعني المشكلة مشاكل حاصة في الـ AV نود او الـ AV نود او الـ AV بندل لو احنا قلنا ان فيه بيحصل في الـ AV سيستم نتيجة لان الكوندوكشن في الـ AV نود الـ AV سيستم معتمد على دخول الكالسيم ودخول الكالسيم ده بيبقى معدل ابطاء من دخول السوديوم اللي بيحصل فيه السينو ولكن لو لو الـ بيشنت ده مثلا خدت كالسيم تشانل بلوكر بطأت الموضوع اكتر حصل او الانسان هو نايم والانسان هو نايم ضربات قلبه بتبقى اقل ولما بيحصل فيه ضربات القلبه بتبقى اقل لما الـ بيبقى 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 يعني بيبقى فيه تأخير اكتر من الطبيع يعني الـ تبقى اطول من الطبيع دي اسمها برضو هارت بلوك يبقى الهارت بلوك لا يعني ان مش كل الانباس بتوصل للفنتريك مش ده بس ده الدليف حد زيته عن الفيسيولوجيكال دلي ده هارت بلوك ومن سم الهارت بلوك له انواع له انواع هنستفيد له انواع نوعين سينو اتريال بلوك انا بقول لكم زي اللي موجود عندكم في الديت سينو اتريال بلوك وي اتريو فينتريكولر بلوك وده اللي احنا نصفيد في شرحه الاتريو فينتريكولر بلوك او بيسموه الهارت بلوك دي اللي بقصن بيتقال عليها الهارت بلوك يلا نشرح الهارت بلوك اللي هو العنوان الاساسي في المحاضر قالك ان الهارت بلوك او الAV نودل بلوك زي ما موجود عندكم AV نودل بلوك يعني اتريو فينتريكولر بلوك تلات درجات ثانية ثلاث درجات فرست دي جري ساكن دي جري سير دي جري الفرست دي جري بيقول لك بص انا زي النورمال بالصبت بصي عندي دلي شوية في ال ايفي نود نود بش ال ايفي بنضل وفاس ايفي نود عندي مشكلة بتأخر شوية عن الطبيع جايز يلبش انت يكون بياخد لي خلسة متشان البلوكر جايز في فيجي الستيميوليشن اكتر ايا كان بس ده انا كده في رست دي جري ان عندي دلي اكتر فلذلك انت لما تيجي تعمل رسم قلب وانا موجود هتلاقي ال بي ار انترفل عندك اكتر من خمسة وانا عرفتك اهو بس كل حاجة هتبقى نورمال يعني ايه كل حاجة هتبقى نورمال يعني كل البي ويه البيز اهي كل البي conducted by qrs complex انا اول معلومة انت بتحب تطمن عليها تانية معلومة بتحب تطمن عليها ان البي ار يونيفورم ان البي ار زي ما بداية البي ويف لبداية ال qrs complex سابتة في كل الليز وانا سابت وان وان بقى ال b r انترفل انا سابتة اهو بس انا اكتر من الخمسة ميلي اكتر من الخمسة ميلي وال qrs complex white بتاعه هتلاقييني زي النورمال عادي يا باشا زي النورمال نفس ال white يبقى انت يا first degree ايه مشكلتك لا انا كويس انا زي الفل بس انا وسي احركتي بطيئة سيكة فكل اللي هتلاقي عندي ان ال b r اكتر من خمسة بس انا كويس انا كويس انا كويس يوض كله بيوصل طبيعي بس بصعوبة يبقى first degree زي النورمال c g except ان ال b r اكتر من خمسة دي المعلومة اللي عايزيك تعرفوه كده خلصنا first degree heart block اللي هو احد انواع the noodle block تاني نوع second degree heart block second degree heart block بيقولك ايه بص 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 الطبيعي عندك ان كل ال imbalse بتاع الاتريم توصل لل ventricل صح وده حققه لك first degree انا بقى في second degree والله انا بعض ال imbalse هوصلها والتانية بقى ههنج ومش هوصلها معلش يبقى في second degree متوصل هوصل شوية ويهي تانية مش هوصلها فانت عندك نوعين وانا مني نوعين نوع اسمه موبدز طيب وان ونوع تاني اسمه موبدز طيب تو موبدز طيب وان ده اسمه حاجة مهم اسمي حاجة مهمة اوي اياك تنسين اسمه ايه وينكي باخ فينومينا او في ناس بيكراوها اسمي تاني فينكي باخ فينومينا يبقى موبدز طيب وان هو احد انواع السكند دي جري هارت بلوك له اسمي تاني اما موبدز طيب وان اما فينكي باخ فينومينا اللي بيحصل هقول لك اللي بيحصل اللي بيحصل كميكانيز ان ال A V نود بيحصل فيها القادي قبل ما اقول لكم بيحصل فيها القادي هرسم لكم رسمة بصوا ال S A نود الاكشن بوتنشل بتاعها بيبقى بصوا كده الاكشن بوتنشل كده كده تمام في ال A V نود عشان بيبقى فيه دليه شوية في ال A V نود في دليه شوية فبيبقى الاكشن بتاعها ما بيبقىش زي S A نود يعني بصوا بيعمل ازاي كده بعدين كده بعدين كده تمام يعني الاكشن بوتنشل كده ده واخد سلوبينج اكتر لما ده الاكشن بوتنشل طالع على طو تمام لما بيحصل بقى مور دليينج اكتر في ال A V نود المفروض يعني بيحصل الفايرينج هنا في الحتة دي كده استنوا في الحتة دي كده تمام ال S A نود تخلص ال S A نود تخلص الاكشن بوتنشل بتاعها تروح جاعة من السيميوليشن لل A V نود في الحتة دي لما بيحصل مور دليينج بقى بتلاقوا ايه بتلاقوا ان الاكشن بوتنشل بتاع ال A V نود في مور سلو مور سلو بينج اكتر ماشي كده كده فلما تيجي ال S A نود تعمل تعمل يعني توصل ال Imbuds بتاحها لل A V نود هتروح عملالها السيميوليشن في الحتة دي كده اللي هي مين اللي هي اللي هي ال Relative Refractory برضو اذا انه يحصل دليينج اكتر في ال A V نود بيقوم ال Firing Level يدخل هنا يدخل فين في ال Relative Refractory باريود لحقت دي ما يوصل لنهو يحصل في ال Absolute Refractory باريود اللي فيها الخالية مش هتستجيب خالص لأي Imbuds يوصل لها فعشان كده في دربة هتخرج من ال S A نود هتوصل لل A V نود بس ال A V نود مش هتستجيب ففي بيت في دربة هتفقد مش هتوصل لل Ventricle يبقى هيدا انهو يحصل Delay بشكل Progressive ماشي لحد ما في دربة هتفوت ليه لان الدربة وصلت في Normal ماشي ثم وصلت مرة في Relative Refractory باريود ثم جات عند Absolute Relative Refractory باريود برضو هي مدة فيحصل بقى كلما يعني يحصل Progressive Increase للBR interval لحد ما تيجي الضربة توصل في Absolute Refractory period فالإفنود مش تستجيب خالص هيبقى في QRS complex هيختفي في ضربة مش توصل للVentricle أصلا فالVinc Bac Phenominum بتقول لك ايه ده الميكانيزم شو متعرفوه يعني كانسلوه من دوق خالص مش راح انتوك أساس بس بفهمكم بس الميكانيزم جي ازاي عشان بس الضربة اللي خرجت من S Nude ما وصلتش بتوصل في أوقات معينة عند AV Nude على عكس النورمل فدلوقتي إلا هتلاقوه في الفينك بخف نوع المفروض تعرفوه ان هلاقي Gradio والإنكريز في PR دي معلومة انتو تحفظوه صمم حد ما توصل لان في ضربة هتفقد مش دربة هتفقد فالضربة اللي هتفقد دي ضربة المفروض يبقى فيه ضربة هنا ضربة دي ما وصلتش شفتوا المسافة دي جبيرة ازاي ضربة دي ما وصلتش اهو تمام اهو انا عندي Gradio في تعالوا تعالوا شاورلوق عليها سوي بصوا هنا كانت ايه حوالي دي واحد اتنين تلاتة اربعة حوالي اربعة مربعات هنا حوالي خمس مربعات هنا حوالي ست مربعات هنا هو بقى فيه الانترفال الكامل اهو فيه قصد ضرب دي سقطة اهو ثم جي عيد تاني من الاول تلاتة اربعة خمسة ستة ونعيد ونعيد تاني من الاول عشان كده اسمع ايه جروب بيت انج سايكل بيسموا ان الفينك مخف نوم دي بتحصل فيها جروب الانترفال لحد ما ضرب تسقط خالص ثم يعيد القرة تاني من اولها ده موبز طايب ون اللي اسمه الفينك باخ فنومنا اللي هو طايب ون اللي بيحصل فيه او بعرفه ازاي عين بتلقطه ازاي على ال ECG انها هلاقي الانترفال مشي لحد ما في بي لحد ما في بيت هتفقد خالص ومن سم الر 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 يعني ايه الر الر يعني مسافة ما بين الر دي قد الر دي تمام بس مش قد الر دي فكده انا عندي الر كده المسافة ما بين الر مش زي بعض مش زي النورمال لاني في drop بيت اللي سقطت هنا خلت ان يبقى الر ما خلتش مسافات متساوية حنشوف هنا في كم مربع دي واحد اتنين تلات تلات مربعات ونص هنا تلات مربعات ونص وهنا بقى ايه واحد واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة وهنا سبعة مربعات تمام فكده الر الر يبقى كده لما اجا بص على ال ECG واعرف زين دي فينك بخ فينومينا انها هلاق وانا يحسها يحسها انه ايه انا عملا اسمعه ضربات قلب ضربات قلب فجأة ضربة اختفت ورجع التاني ضربات قلب بنفس برزمة برزمة مختلئ الدربات قلب بتبقى irregular محسوسة انت انت كدكتور تجي تشوفها هتلاقيها irregular وهتجي تسمعها تلاقيها irregular والبشنت نفسها يحسها حس البلبتشن اللي هي مش منتظمة دي في حاجات بتختفي كمان طيب الموب بتضيطيب توبع زي الموب بتضيطيب وان اكسبت اكسبت ان الBR uniform يعني ايه الBR uniform ما فيش gradi وال increase في الBR يعني بصوا او الBR هنا قدي الBR هنا قدي الBR هنا ولكن ايه ولكن الR الRR variable الRR برضو variable ليه variable اه سنة ما نشوف الRR هنا ثلاث مربعة ونص هنا ثلاث مربعة ونص وهنا سبعة هو برضو اللي هو ده ليه بقى لأنه برضو فيه بصوا مهي موبدز طايب 2 زي موبدز طايب وين بالزبط بالزبط مع ده إن البي آر يونيفور تبليه بقى يا ولد يونيفورم أنا هشرح لكم الميكانيزم برضو وعرفوها لنفسكم وكنوا على جامل لأنه في موبدز طايب 2 العب يكون في إيه في البندل أوفاس إنما في موبدز طايب 1 العب بيكون في النود نفسها لما يكون العب فيها معناها إيه معناها عادي إن الإمبلس من الإتريام توصل للإيه نود في الوقت المناسب عادي في الفايرينج ليفل بتاع الإيه نود عادي تمام بس الشكل متأخر شوالا إن هي هارت بلوك ولكن لما تجي عند البندل أوفاس يحصل مشكلة يحصل إدي ليه هيبقى أكبر تمام بس يثابت بس يثابت ليه لأن النود ثابت الفايرينج ليفل بتاع النود ثابت يبقى طايب 1 عارفوا بحاكتين جراد والإنكريز في البي آر انتيرفل وأن الار آر فاريابل موبدز طايب 2 زي موبدز طايب 1 معنا إن البي آر يونيفورم بس الار آر فاريابل ليه الار آر فاريابل لأنه برضو هيبقى عندي دروب دي بيت في بيت هتسقط تسقط مني بسبب الدلي الشديد قوي اللي حصل في البندل أوفهيس يبقى فيه دربة هتسقط فالدربة اللي هتسقط خلتلي الار آر فاريابل نقول تانية أولاد إحنا تحت عنوان إيه تحت عنوان الـ وأنه هم ثلاث فرست دي جري ساكن دي جري سير دي جري فرست دي جري زي النور بس الدربات بتوصل بشكل أبطأ شوائي يعني البي آر انتيرفل هلاقي أكتر من خمس الساكن دي جري قلنا اني فيه منها نوعي وبزي طايب وان وبزي صايد تو وبزي طايب وان هو أهم حاجة هو اللي لازم أعرفه لها اسم تاني اسمه وفينكي باخ في نومن الساكن دي جري هارت بلوك مش كل الدربات بتوصل يعني فيه ضربة يحصل فيها دروب هيبقى فيه دروب دي بيت تمام وبزي طايب وان هييميزوا ان فيه جنادي والإنكريز في البي آر انتيرفل تداني زي تداني زي تداني زي لحد ما فيه ضربة هتسقط خالص وشرحنا الميكانيزم ازاي وبناء عليه الار ار انتيرفل هتبقى variable ار ار variable بسبب دروب دي بيت الموبز طايب 2 زي الموبز طايب 1 ولكن الار ار يونيفور الار ار يونيفور البي آر يونيفور بي آر يونيفور منما الار ار variable يعني موبزي طايب وان البي ار اللي بيحصلها بروجرسيف انكريس كده هي مش يونيفورم نقفل موبزي طايب وان طايب تو هي يونيفورم سابت نخش بقى على الساكن سير دي جري سير دي جري هارت بلوك هي كومبيليات هارت بلوك يعني الافي سيستم اتضرب خالص فالاتريان بقى بيعمل امبلس الواحد بيعمل اكتيفيشن لوحده في اتري اكتيفيشن لوحده وفي فنتريكولر اكتيفيشن لوحده البرضو عمل في فوقس يعمل اكتيفيشن لنفسه مع نفسه فبالتالي اللي هي بتمثل هيبقى ملهاش علاقة بالقيوة ار اس كومبيليكس اللي هي بتمثل اي ده الواحد وده الواحد في دي سيشيشن في اتري وفنتريكولر دي سيشيشن كومبيليات هارت بلوك تعالي نقرأ الكلام اللي قيله لكم في الديتا في داتا بيقول لك ايه مفيش لان الديت نوت سيسم اصلا كله باص تمام ولاقي نورمل بي ويب سعادية خرجة من الاتري ولاقي برضو كيار اسكم بلك سعادية خرجة من الاتري بس منفصلين عن بعض ما لهمش علاقة ببعض وبالتالي اقول لكم معلومة الاس اي نوت بتخرج امبلس بمعدل 90 ضربة في الدقيقة انما في الفنتر اللي ما بيبقى في اي فوكس فيه مهما بلغت عمرها ما بتبقى اسرع من عمرها ما بيتخرج امبلس اسرع من الامبلس بتخلق من الاس اي نوت فبكونه معدل بطيق فهلاقي بي ويف بمعدل 90 ضربة في الدقيقة وهلاقي كيوار اسكم بلكس بمعدل 30 ضربة في الدقيقة بمعدل اقل يعني في الدقيقة الاتريون بيانقبط 90 مرة والفنتركل يعني 30 فده اسمه ايه اديو فينتركلر ريز اللي هو الفنتركل بيعمل لوحده بيخرج ريزم لوحده اديو فينتركلر ريزم هو مع نفسه بيخرج ريزم بتاعه فبالتالي انا كده البي ويف مش لازم يبقى بعدك وبعدك يقارس كومبريكس اني ده الواحده وده الواحده ولكن ممكن في الوقت اللي الاتريون مينقبط فيه كون الاتريون بيانقبط فيه فيحصر سوبر امبوز للاتريون على الاتريون فالبي ويف يعني ما تظهرش فيعني انا ممكن نلاقي ازاي ممكن نلاقي بي ويف ايش بي ويف بي ويف بعدين كيورس كومبريكس و معنى في وقت الكيورس كومبريكس ده ممكن كان برضه في بي ويف موجودة بس حصلها ماسكنجي بالكيورس كومبريكس مهم ده ده ماشي الواحده وده ماشي الواحده وعادي ممكن يدوسوا على بعض بس الوقت لما يدوسوا على بعض هيحصل ان الكيورس كومبريكس تعمل سوبر امبوز على ال على البي ويف و معناها برضو أن هلقيها عادي بعد الـ QRS أنهم لا يمش عليها من علاقة ببعض ده اسمه الـ يعني أن العمل الـ وجدت إن عمل الـ مع نفسه وده اكتيفاشن وده اكتيفاشن الواحده ومن لوش علاقة ببعض فلفي التالي على الـ سيجي هيبقى من لوش علاقة ببعض كده احنا خلصنا هارت بلوك لـ بأنواع الثلاثة بأنواع الثلاثة لها الفرس ديجري السكن ديجري السير ديجري والسكن ديجري في منه نوعين موبدس طايب 1 وموبدس طايب 2 وقلنا أن موبدس طايب 1 اسمه فينكي بخفينو أو وينكي بخفينو منه تمام؟ ده كده الـ هل فيه هارت بلوك ممكن يحصل تاني؟ أيوة اسمه إيه؟ اسمه الصينواتريال بلوك الصينواتريال بلوك إن الاسيينود إمبالس فيلتوس بريد فيلتوس بريد فروم الاسيينود يعني الاسيينود مش قادة تخرج إمبالس الواحد يعني مش قادة تخرج إمبالس فيه في الاسيينود مشكلة في الاسيينود نفسها فيه مشكلة مش قادة تخرج إمبالس فعشان كده هلاقي في الاسي جيش هو أي the whole cycle is missed under repeated by a line also can be diagnosed by detection of dropped beat in auscultation of the heart يعني الاسيينود لأي سبب أي أن كان يحصل فيها مشكلة ومتخرجش ضربة معينة متخرجش ضربة متخرجش ضربتين هي بتخرج بريد معين وريزمو معين حصل فيها مشكلة أي أن كانت المشكلة فبقى عجز إن هي تخرج الإمبالس دي فدي اسمها صينواتريال بلوك بيبقى دلوقتي أنا عندي الهارت بلوك نوعين نكبر بكده موخي نهارت بلوك نوعين أول واحد the heavy noodle block تاني نوع the sinewatory block the heavy noodle block تحته ثلاثة عنوين first degree second degree third degree والsecond degree في منه نوعين ما بدي صيب من أول كباخ فنومنا ما بدي صيب تو أخيرنا third degree اللي هو complete hard block اللي هو فيه النوع الثاني من الهارت بلوك اللي هو الصينواتريال بلوك إن الاسي نوت مش قادر تخرج إمبالس فهتمثل على 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 الاسي جي drop debate بيت مفقودة مش موجودة ضربة كاملة مش موجودة تمام تمام بوضع ننسينا الهارت بلوك خالص أنا برضو مش عارف لما تجل الاسي جي أنا هبزل موجود قوي قوي عشان أعرف يا فيرس دجري ولا السكن الدجري ولا سر الدجري حسن الكلم كتير يتقيل دكتور أشرف زكي رحمة الله عليه عمل مفاتيح بيها تقدر تحل الهارت بلوك بمنتهى سهولة عملها schema schema دي نكون تكتبها وراه مشي فأنا هجيبها لكم بنفس الخط اللي أنا كنت تكتبها وراه بنفس التصوير من الأجندة اللي كنت مذكريها حلا مع بعض بالسكيمة دي نسى بقى كل الكلام اللي احنا قلنا كلام اللي احنا قلنا ده كلام علمي ويحترم ونحطه في الراس أنا عايز الحاجة اللي تخليني عنية طلقة الاسي جي وتخليني أعرف الدايجنوزيس على طول لو فيه هارت بلوك لو فيه هارت بلوك نعم لو ما فيش هارت بلوك انتوا لسه ما درستوش بقى في الله بينا بسم الله السكيمة بتقول ايه انا هقرأها معاكم ويعني ومعزنة عن الخط الكهين بشع ده انا عندي اولاد كم بيقول لنا كده هنحل هنحل الهارت بلوك بتلات مفاتيح دي مفتاح التاني التالت اول مفتاح بيقول لك ايه بيقول لك عينك تقى على البي ار يونيفورم يعني شوف البي ار انترفل في كل الليدز اول ليد واحد واثنين وثلاتة وエ بي ار m o v واحد لحد فيي ايه كل البي ار انترفل زمانها واحد نفس عدد المربعات لو نفس الزمن ونفس عدد المربعات في كل الليد ده بيسميها ايه بيسميها كده ان البي ار هنا يونيفور انما لو زمانها مختلف يعني مرة تلاقي ثلاث مربعات مرة تلاقي خمسة مرة تلاقي اتنين مرة تلاقي سبعة باريابول كده يبقى انت هتفكر في طريقتين يبقى هو اسم لنا الجدول لنصين مفتاح هفتح بي عشان هفتح بي هشوف قطين مفتاح اللي هفتح بي ده هشوف بي ايه البي آر يونيفوم هي يونيفورم في كل ليدز ولا مش يونيفورم لو يونيفورم انا هبص في نص الجدول الاولاني بمفتاح معين ولو هي مش يونيفورم يعني هبص في نص الجدول الثاني طيب لو هي كده يونيفورم ايه ايه المفتاح بتاعي اللي هيميز لي اللي هبدا بي افكر دلوقتي هقولكو حاجة الأول دلوقتي قبل ما نقولي أنا عندي يا إما هيبقى نورمل يا إما هيكون فيه بأنواعه التلاتة ولأن النوع التاني فيه منه نوعين يبقى أنا كده كأني عندي أربع أنواع من من الهارت بلوك نركن خلص صينو إتريال بلوك نركنه خلص على الجنب أنا دلوقتي بفكر فحل أنا دلوقتي يا إما الاسي جي نورمل يا إما فيه أحد البلوكات التلاتة بتاع الهارت بلوك والسكن الدجير الهارت بلوك وجوه أصلاً اتنين فكأن كده عندي أربع أنواع للهارت بلوك للإيذي نودل بلوك يعني أنا عايزة أحلهم فهو قال إن عشان تحل أنا عايزة أحل إنت هتلاقي إما نورمل إما فرس دجري إما السكن دجري بنوعينه التلاتة اللي هو طيب وان وطيب تو طيب تو وطيب وان إما السير دجري هارت بلوك فأنا كده عندي خمس خمس حاجات إما النورمل إما الإيذي نودل بلوك اللي أربعة أو المفتاح بدأنا نحل بيه إن أنا أشوف البي آر يونيفورم في كل الليدز والله لقيتها يونيفورم يعني نفس الزمن نفس عدد المربعات خلاص يبقى أنا أشوف البي بقى نفسها هل أحل بقى أستخدم بقى تاني مفتاح تاني مفتاح اللي بيقول لي إيه بيقول لي بص على البي اللي موجودة هل كل بي conducted يعني بعدها QRS قم بليكس ولا non conducted لو conducted فأنت عندك حاجة من اتنين هتفكر في حاجة في حاجة من اتنين يا إما نورمل يا إما first degree وقلنا اللي بيفرق ما بين النورمل والfirst degree هو مفتاح واحد إن البي آر انترفل تبقى أكتر من خمس وساعة خمس أو أكتر من خمس خمس أكتر من خمس تمام أكتر من خمس تمام طيب لو أنا لقيت إن البي آر يونيفورم بس مش كل البي بعدها QRS قم بليكس يعني non conducted non conducted يبقى على طول ده طيب 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 موبد طيب طو من second degree هارت بلوك بقى الموبد طيب طو من second degree هارت بلوك البي في البي ويف non conducted بس بس البي آر انترف يونيفورم كده احنا حلينا نص الجدول اللي فوق كده احنا حلينا آآ اتن تلات حاجات كده عملنا اكس كلوشن لتلات حاجات النورمال والفرس ديجري هارت بلوك ويه طيب والسكن الموبد زي طيب طوب من السكن ديجري هارت بلوك طيب انا دلوقتي بصيت على البي آر انترف ولقيتها variable variable يعني شوية تلاتة بره خمسة بره سبعة بص على QRS مفتاح اللي حليلي بقى نص الجدول نص الاسكيمة من تحت شوف QRS regular هي regular هي regular ولا irregular لو irregular يبقى انا كده بتكلم في كباخ fenomena الregular انا كده في كباخ fenomena لو هي regular يبقى انا كده في يعني ايه QRS regularity يعني المسافة ما بين الر لو تفتكروا في كباخ fenomena كان الر variable ماهي الكيار is regularity هي الر ياولاد كتبها كده هي الر 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 عشان الفينك باخ عنده فيه drop beat موجودة فلذلك فلذلك الر بسبب بسبب beat بات irregular بسم الله نقول ثاني نمسع دلوقتي انا في الهارت بلوك عندي خمس احتمالات اما يبقى نورمال اما يبقى first degree اما يبقى second degree بنوعين والتنين type two type two اما type one اما الاخر احتمال من الخمسة third degree hard block احل احل اوصل للحاجات دي ازاي عندي مفاتيح اول مفتاح اسملي الجدول اسملي الاسكيمة لنصين النص الاول حط فيه ثلاث احتمالات النص التاني حطيه اللي فيه احتمالين انا دلوقتي عايز اقل العدد اختياراتي من النص اللي فوق انا عايز الثلاثة دول اخليهم واحد انا عايز اضايق نوز حاجة واحدة انا عايز اعرف هي normal ولا first ولا type two second degree hard block اعمل ايه قالك انت معاك مفتاح كمان مفتاح كمان ده بيقولك بصيلي على البي هل كل البي هات اللي موجودة بعدها qrs complex ولا لا لو لقيت بعدها qrs complex يبقى انت كده بقى معاك اتنين من ثلاثة احسن ما بينهم ازاي اشوف استخدم اخر مفتاح اللي هو بيقوللي شوفلي البي ار ده اكتر من 5 ولا اقل من 5 صحنا مشكلة ما بين normal و first degree لو لقيتها اكتر من 5 يبقى first degree hard block طيب انا بسيط انا كده انا اقصلي ايه اخر احتمال من الثلاث ان هي تكون ايه ان البي مش نن conducted فكده خلاص ما بقاش في حاجة تخش في 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 تفكير هي تبقى خلاص طيب two second degree hard block طيب انا بسيت على البي r ولقيتها variable variable يبقى انا هبص على نص اللي تحت اللي هي بتقوللي انت عندك حاجة من اتنين تب هحسمها بايه هحسمها بمفتاح ال qrs regular او r interview لو لقيتها variable regular يعني يبقى ده على طول ما تفكرش ده فينك باخ fenomena طيب one second degree hard block block لو لقيتها regular يبقى حسام لك third degree hard block السكيمة دي عشان احل كاثبو ال diagnozis بسرعة ده مش رحل اللي احنا قلناه في الاول لشان يفهمك يمنطق لك المعلومات في دماغك بس وانا بحيل انت مش هدانك تفتكر الميكانيزم ومش هدانك تفتكر التفاصيل دي كلها بس احفظ السكيمة على شكلها هتقلل لك اول مفتاح اسملك الجدول لتلت احتمالات فوق واتنين تحت تاني مفتاح اسملك التلت خيارات ومفتاح اللي تحت اسملك الخيارين تمام كده احنا خلصنا الخمس كده الاسكيمة اللي هحل بيها ال a v noodle block كده يا ولاد خلصنا محاضرتنا تعالوا بقى نحل ال c v l ادي اجنوز بتاعك واشرح لنا عرفته ازاي والانواع الاخرى من ال disease وزاي قرية ال s g كده كده انت داخل المحاضرة بتجاوب على السؤال ده ان ده هرت block تعالوا بقى انا اشرح اوريكو ازاي احنا عرفناها هنحل لها باللسكيمة اللي عرفناها وانواع بقى هرت block قولنا وازاي نقرأ ال s g بتاع ال heart block قولنا يلا بقى تعالوا نحل الكيز بتاعيتنا هنحل الو في كل اللسكيمة اللسكيمة بتقول ايه اول مفتاح هستخدمه هو ال b r uniform هل ال b r interval سابتة في كله تعالوا نبص في كل ال leads الثانية لو بصت هنا هتلاقي ان ال b r هنا حوالي 5 مربعات صغير وانا يتلقى 5 مربعات صغير وهنا مقلبة شوية مربعات صغير مر وانا نفس القص محفظ لو عديت وكبر وعد هتلاقيها خمس مربعات صغيرين خمس مربعات صغيرين يبقى أنا كده كده هي سبتة البي آر سبتة بي آر يونيفورم سبتة احنا هنحلي وفكة للسكيمة ما تشغلوش دماغ هنبص للسكيمة البي آر كده يونيفورم يونيفورم يعني أنا هبص النص للسكيمة اللي فوق اللي أنا عندي فيها تلات خيارات يا إما نورمل إما فرس دجري هارت بلوك إما طيب تو ثاند دجري هارت بلوك كده معي تلات خيارات عايزة أصفي ما بينه هبص على المفتاح التاني اللي بيقولي إيه اللي بيقولي شوف هل كل البيهات اللي موجودة عندك بعدها QRS Complex ولا لأ دي البي دي بعدها QRS Complex ودي البي دي بعدها QRS Complex ودي البي دي بعدها QRKS Complex البي دي هنا بعدها QRKS Complex البي هنا بعدك يوريس كومبريكس 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 واو يبقى كده كل البيس كوندكت يبقى انا كده معايا من التلاتة اتنين اللي هما يا نورمل يا اما فرس ديجري هارت بلوك اللي هيحسن لي ما بينهم ايه اللي هيحسن لي ما بينهم البي اار طولها قد ايه اقل من خمسة نورمل اكتر خمسة او اكتر من خمسة بعد كده الفيرس ديجري احنا حسبنا اصلا من الاول ان هي ايه خمسة يبقى انا كده الدياجنوزز بتاعي ايه يا ولاد فيرس ديجري هارت بلوك دي المست بروبابلي دياجنوزز اهو هو حلها لكم ايه الدياجنوزز هارت بلوك الاكسيبلانيشن بتاعك ايه ابنورمال بس طبعا هو قال لكم المعلومة البسيطة بس احنا شرحنا بالتفصيل والبيشنط برضو عنده برادي كاردي اصلا تلما جيت شفت البلس بتاعها دكتور لما جي شايفه لقى خمسين برضو هتلاقيه باين على الاي سي جي تعالوا نشوفوا هنا بصوا على الاي سي جي احنا كنا بنشوف ايه بنشوف عشان نحسب الهارت ريت بنعد المربعات عدد المربعات الكبيرة ما بين الار ار نشوفهم قد ايه ونقسم تلتمية على عدد المربعات الكبيرة عندك مربع كبير ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وسبعة دبدة يعني تكمل الدبدة سبعة بنقسم كده تلتمية على السبعة هتلاقوه هيبقى أقل من ستين هيبقى في برادي كارديا يعني عموما تمام كده احنا خلصنا الحمد لله محضرتنا بشكل مستفيد انت كدكتور لسه في سنة اولى ولا في سنة تانية سنة اولى تقريبا عشان جامعة الاهلية سنة اولى اول دفع على ما اعتقد تقدر تقرأ الهارت بلوك من اي مكان اعمل سرش على جوجل اكتب فيها الهارت بلوك وهيطلع لك اس جي هات كتير العف فيهم زي ما انت عايز وحل فيهم بقى في الاسكيمة اول حاجة هبص عليها احفظ الاسكيمة بين عينيك وهتحل اي اس جي اي اس جي في هارت بلوك بنسبة 90% هتحلها في بعض الاستثنائيات البسيطة خالص هي اصلا يعني ما بيعرفاش دكاترا كبار او لحتى عارفوها انت مش مطلب تعرفها حتى دلوقتي ولا تخش في تفاصيل 90% انت هكون بتعرف تشخص هارت بلوك ان كان من توفيق فهمين الله واللي من علينا ناس مع دكتور اشرف زكي حد عظيم جدا في الكارديو سي بي اللي بسيط خالص كان ممكن يخلص في الدكتور شخص الحالة كاز بس انت كده معرفتش هارت بلوك برضو هو ايه ولو جالك اي نوع اخر من هارت بلوك سواء في الامتحان او انت شفت اصلا اي اس جي في هارت بلوك مش هتعرفه لان مش بالضرورة البي ار انترفل هي اللي بتحسب لي هي اللي بتحسب لي ان في هارت بلوك ولا لا ده انا عندي معايير كتير استفضنا فيها في شرح المحاضرة وان كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان وكل عام وانتم بخير وشكرا لحسن استماعيكم ومتوفي ان شاء الله في بي بس معلومة علشان تبقى ما يختلطش الامر على حد منكم يعني هو بيقرأ الداة كمان الاصليا هنا كمان نظمتلكم الداة اكتر هتلاقي ايه ان ده عنده سكن دي جي في هارت بلوك بمعدل اتنين لواحد تلاتة لواحد مش عارف ايه الارقام دي جات ازاي جات اني بيقول لك ايه انا عندي هنا بي ويف بعدك يور اس كمبلكس وهنا ادي اول بي ويف بعدك يور اس كمبلكس مشي تاني بي ويف بعدك يور اس كمبلكس تالت بي ويف بعدك يور اس كمبلكس مشي بعدين هنا بقى مفيش كومبليكسات تاني هنا هلاقي هنا هلاقي بصوا هنا هنا بي ويف بعدك يور اس كومبليكس هنا بي ويف بعدك يور اس كومبليكس هنا تاريب بي ويف بعدك يور اس كومبليكس هنا رابع بي ويف مش بعدك يور اس كومبليكس فأنا كده عندي ايه كده أنا عندي كل الاربعة بي اربعة بي ويف فيهم تلاتة كيو ار اس كومبليكس فالنسبة هنا الكوندوكشن اربعة لتلاتة وهكذا بقى اتنين لواحد معناها ان كل اتنين بي ويف معاهم كيو ار اس كومبليكس واحدة طيب تلاتة الواحد يعني كل تلاتة بي ويف فيهم تلاتة تلاتة الاتنين كل ايه كل تلاتة بي ويف فيهم اتنين اتنين كيو ار اس كومبليكس توصيل يعني كلما النسبة دي بيتقل كلما بيقى الدلي معناها ان الدلي يعني مثلا نسبة اتنين لواحد معناها ان في دلي دلي صعب قوي في الافي نود يعني مع ان مثلا سبعة الستة احسن من اتنين لواحد تماما لاني كون ان في بيت بيحصل لها ضرب معدلها من سبعة الستة بعيدة لما من اتنين لواحد ده كل شوية يحصل ضرباته بس اشيلا وقريتوها مش اكتر وشكرا لحسن الاستماع وكل سيئكو العام وانتم بخير ما تنسوش تدعو الموتانا موتى المسلمين ودكتور اشرب زكي رحمة الله علي واسف على الاطالة باستدال لنفسكم ان شاء الله يطلع موسيقى اشتركوا في القناة